السلام عليكم ورحمة الله مع قدوم فصل الصيف أخوات كثيرة رهي تتسائل حول نوع الواقي الشمسي ليوالمها ويوالم البشرة التاحة في هذ الفيديو ان شاء الله رح نوري لك أهم المعايير باشتختاري لكخونتوتال الخاص بيك لكن قبل ذلك خلونا نصحوا المعلومة الخاطئة اللي رهي متداولة حول الاس بي اف اللي نلقاوه مكتوب على علبة الواقي الشمسي ولا لكخونتوتال اللي هو معامل للحماية من الشمس هو في الحقيقة ماهوش درجة الحماية وماهوش نسبة مئوية كما فاهمين أغلب الناس يعني الاس بي اف 30 ماهوش درجة حماية 30 ومشي 30 في المية حماية الاس بي اف هذا عنده علاقة بمدة الحماية اللي يقدر يوفرها لك الواقي الشمسي الاس بي اف هو المعامل اللي رح يضاعف لك المدة اللي تقدر تبقاها البشرة تاعك وهي معرضة للشمس من غير ما يصر لها حتى شيء ومدة الحماية اللي يوفرها لك الواقي الشمسي هي بدورها عندها علاقة بنوعية البشرة تاعك انتي في الاصل يعني اذا كانت البشرة تاعك تقدر تبقى معرضة للشمس لمدة 5 دقائق او 10 دقائق من غير ما يصرى لها لا احمرار ولا حارق رح يجي الاس بي اف يضاعف لك هديك الخمس دقائق او العشر دقائق يضاعفها لك بعدد الاس بي اف اللي مكتوب فيك خونتوتال وهنا راح ننمده مثال باش نفهمه احسن اذا كانت البشرة تاعك تقدر تبقى معرضة للشمس مدة 10 دقائق من غير ما يصر لها حتى شيء واستعملت ايك خونتوتال للاس بي اف تاعه 50 مثلا 50 في 5 دقائق تساوي 250 دقيقة يعني اذا استعملت هذا الاس بي اف سان كونت راح تبقي 250 دقيقة وانتي محمية من الشمس حماية مثالية بعد الميتين وخمسين دقيقة راح تضطري تعاودي لابليكاسيون تاديك خونتوتال تاعك اما اذا استعملت ايك خونتوتال على نفس البشرة مع اس بي اف تسعين راح يضاعف لك الخمس دقائق الى 450 دقيقة معناها مريحش تضطري تعاودي ليك خونتوتال تاعك الا بعد مرور اربعمية وخمسين دقيقة يعني مدة الحماية تعليق خونتوتال بالاس بي اف تسعين اطول من مدة الحماية تعليق خونتوتال بالاس بي اف خمسين لكن الجودة تعالح حماية تقدر تكون مثالية في كيلة الحالتين وانجو الان الاول عامل باش تختاري ليك خونتوتال تاعك وهو ضرورة توفير حماية من الاشعاعات الفوق بنفسجية البي وكذلك الام الولدخافيولي بي هي مسؤول على الاعراض اللي تصيب البشرة على المداء القريب يعني هذاك الاحمرار والهيجان والحرقان تعالبشرة أما الولتخافيولي A هي مسؤولة على أمراض البشرة اللي رح تصيبها على المدى البعيد يعني كينجو نشوف الخطورة تعل الولتخافيولي A أسوأ من البي إذن أنت لازم تتأكد من وجود الـ UVB بلوس UVA على لكرونتوتال تاعك وحب ذا لو تكون الـ UVA محاطة بدائرة هدى النوعية من لكرونتوتال رح توفر لك حماية مثالية من الولتخافيولي A أما العامل الآخر بش تختاري لكرونتوتال هو لا تكستور تاعه اختاري دايما اللي يكون خفيف يشكل طبقة خفيفة على البشرة ما يسدش المسام يخلي البشرة مرتاحة ويغنيك على مشاكل أخرى إذن خلاصة لفيديو تاعنا اختاري دايما اللي كونتوتال تاعك يكون الـ SPF تاع ومرتفع ما تضطريش تعاوديه بلوس يغفوها في النهار اختاريه يكون يوفر لك حماية من الولتخافيولي B بلوس الولتخافيولي A واختاريه يكون خفيف على البشرة تاعك وفي الأخير وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سلام